الجهاز التنفسي والجهاز الدوري في السهيم أولاً الجهاز التنفسي Respiratory System يتم التبادل الغازي في السهيم عن طريق فتحات الخيشومية والتي تكون معاراتاً في الطور الجنيني وتتغطى باستمرار النمو بغطاء البهو والذي يشكل تجويف البهو ويفتح قبل الزعنفة البطنية بفتحة البهو وأبلغ عدد هذه الفتحات مئة وثمانين فتحة يوجد بينها عوارض خيشومية بها أوعية دموية وأهداب وللعوارض نوعان ابتدائية وثانوية عوارض خيشومية ابتدائية هي عارضة ذات نهاية سفلى مشقوقة وتوجد روابط عرضية بينها وهي تحتوي على قناة سيلومية وتنشأ قبل العوارض الثانوية عوارض خيشومية ثانوية هي عارضة ذات نهاية مدببة ولا تحتوي على روابط عرضية ولا قناة سيلومية وتنشأ بعد نشأة العوارض الابتدائية أما عن كيفية حدوث عملية التنفس فتتم من خلال دخول الماء عبر الفم إلى البلعوم حيث الفتحات الخيشومية حيث يمر الماء خلال العوارض الخيشومية ليتم تبادل الغازات بين الماء والأوعية الدموية بين هذه العوارض ثم يخرج الماء من فتحة البهو ثانياً الجهاز الدوري Circulatory System قد تلاحظ الكثير من أوجه الاختلافات في هذا الجهاز وذلك نظراً لغياب بعض الأعضاء والتي تتمثل فيما يلي لا يوجد قلب في السهيم ولكن يوجد جيب وريدي يستقبل الدم كما لا توجد أوعية دموية حقيقة ولكن توجد قنوات هذا بالإضافة إلى أن الجهاز الكبيدي البابي غير حقيقي وذلك لأن الكبد غير حقيقي وكذلك الجهاز الكلوي البابي غائب لعدم وجود الكلة وأما عن الدم نفسه فهو عدم اللون ويحتوي على بعض الخلايا الأميبية وقليل من الكرات الدموية الحمراء والآن ماذا عن كيفية عمل الجهاز الدوري؟ تتصل الأوعية الخيشومية الواردة بأوعية أخرى مماثلة لها تمتد داخل العوارض الخيشومية الثانوية فيؤد انقباض الأبهر البطني إلى دفع الدم داخل الأوعية الخيشومية الموجودة في كل من العوارض الخيشومية الأولية والثانوية حيث تتم عملية تبادل الغازات بعدها يمر الدم في أوعية دموية ظهرية تعرف بالأوعية الخيشومية الصادرة وتتجمع هذه الأوعية في وعاءين طوليين يمتدان على السطح الظهري للبلعوم وعلى جانبي الميزاب فوق الخيشومي ويعرف كل منهما بالأبهر الظهري الجانبي يتحد الأبهران الجانبيان خلف منطقة البلعوم ويكونان معاءا متوسطا يعرف بالأبهر الظهري المتوسط وأخيرا يجمع الدم من الأعور الكبدي بواسطة الوريد الكبدي الذي يتصل بالأبهر البطني